جدران مغطاط بالاقمشة وسقف متهالك وظروف فقر مطقع هي مأساة أبي خالد وعائلته الذي أجبره عدوان عام 2014 على العيش هنا تحت سقف هذا المأوى غير الآدمي ليعاني الواقع المأساوي والكابوس اليومي من العوز الشديد بسبب إصابته في كلتا يديها ما أدى لإنعدام دخله وتدهور أوضاعه المعيشية بعيش في بيت لا عمود ولا أساس لا شباك ولا باب ولا صرف صحي بيقول لك إحنا بنساعد الناس اللي تحت خط الفقر والناس بيرمموا لهم البيوت وين هو الفقر؟ طالما أنا موجود هاي يعني بتر إنسان معا بتر مع عشرة نفار يعني إحنا أموات هاد بتر وهاد عندي عجز سبعين في المية لا بقدر أشيره ولا بقدر أشتغل أنت بتقولهم برمم البيوت الأسرة الفقيرة هنا استوطنت الفاقة وملامح الفقر كل ركن من هذا المسكن الذي لا يلبي أدنى مقومات الحق في السكن الآمن واللائق شبه جدران من قماش هي المأوى لأبي خالد وعائلته الذي يأمل هو والآلاف من الأسر الفقيرة بقطع غزة بإنهاء معاناتهم بمنحهم السكن الملائم لعل في ذلك ضمانا لهم بحقهم في العيش الكريم وأمام ظروف اقتصادية صعبة ما زالت تفرض نفسها على سكان القطاع كشفت الإحصائيات مؤخرا عن ارتفاع في أعداد الأسر الفقيرة المحتاجة للسكن والتي باتت لا تجد مصدرا لدخلها ما أثر على قدرتها على ترميم مساكنها المتهالكة أو إعادة بنائها أو توفير مأوى لها لائق صحيا وبيئيا واجتماعيا تقدم لدينا 41 ألف حالة حتى الآن قمنا ببحث 24 ألف حالة هذه الحالات انقسمت إلى ثلاثة فئات فئة تحتاج إلى سكن لا يتوفر لديها لا أرض ولا بيت الفئة الثانية هي متوفر لديها بيت ولكن تحتاج إلى إعادة بناء هذا البيت أما الفئة الثالثة فهي تحتاج إلى ترميم أزمة السكن الحادة ستبقى مستمرة باستمرار مسبباتها في قطاع غزة من فقر وبطالة وحصار ليبقى أقصى ما تتمناه الأسر الفقيرة في القطاع سقف وأربعة جدران لفضاية النجاح تغريد العمور قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر